عام 22 هو فرصة جديدة لكل واحد حتى يثبت نفسه أنه قادر على إنجاز الكثير الكثير من الأهداف حتى تكون شخص ناجح فلا يمكن أن تدع هذه الفرصة تفوتك فلازم نبدأ بتحديد الأهداف ونبحث عن أفضل الطرق لتحقيقها ومنخش التحديات لأن التحديات أي واحد يمر بها هي إشارة أنه طريقك صحيح إذن نبحث في بدايات جديدة مع بداية هذا العام ومعنا صاحب المحتوى المميز سفيان الحسيني اللي كان معنا في سلسلة من الحلقات بعنوان كن إيجابيا هو اليوم معنا لأول مرة في ستوديو الظهيرة يا أهلا وسهلا سفيان أهلا وسهلا شكرا دلع السلامة نورتنا وأخيرنا جدا سعيد طبعا جدا سعيد كل عام أنت في خير ونتي بالأخير إن شاء الله عام نجاحات وأنت من الأشخاص المتفائلين وتبث هذا التفائل والأمل لكل متابعيك بأول شاء الله جدا جدا سعيدة أن يكون هنا وياج شعور جدا حلو أنه نكون أمام الكاميرا تختلف عن كاميرا الفيديو بالتأكيد وتحديدا أنه هوني قاعد في هذا المكان اللي قاعدة فيه من أهم الشخصيات العراقية يعني شرف كبير إلي صراحة احنا نعتذ بك جدا جدا كيف نقام كيف نقامA هذه السنة ونحن للبداية فأنا أريد أن نبدا بين يناسوا من البداية حتى أنه نبدا صحيح؟ نبدا قل لنا كيف نبدا لأني صراحة لا يوجد طريقة معينة أننا نقامص بها سنتنا لنعم لكن عادة السنة نشبه بكتاب أو دفتر جديد مثل ما نفتح كتاب أو دفتر جديد ونحاول نكتب به نحن نشتري دفتر نحاول نكتب به أحلى وأفضل الشغلات اللي راح تخصنا لذلك هاي الشغلات هي ببساطة أهدافنا اللي حاول نسوي به هاي سنة فبسؤال انه شون احنا نبلش هاي سنة بإيجابية فقط اعتبر نفسك انه انت فتحت صفحة جديدة اكه هاي ناس طبعا ما تقدر تفتح صفحات جديدة لانه ظلمت علق الماضي ضل عدها مشاكل من السنين السابقة تقول مثلا اني مخلصت هذا شيء بتليس سنة لا لازم خلصة هذه سنة خلاص رلاكس اللي راح راح اللي راح راح خليم بلس بالضبط كالما وردنا من جديد يعني انوياك انو يكون هذا نيو شابتر ان صفحة جديدة وانه اليوم ان يشقد احفظوا هذا التاريخ اليوم سبعة سبعة واحد اثنين وعشرين فاحنا نريد نكون مع البدايات الجديدة لا بأس انو تعلم من يعني اكيد ما رح نعمل انو حاجز وفاصل بين العام الماضي ولكن لابد ان نخلي خطة بالتأكيد يعني عيننا او اليوم يتابعونا كثير شون انت اكيد سويت فيديوهات تحفيزية على اثنين وعشرين صراحة صراحة يعني بما انو احنا نفتنا بسنة جزيدا فما بعدني ما مسوي در حطر فيديوهات السابقة بس اكيد افكار اكيدا يعني فكرة ما تتقب شوي كل واحد له طريقة في التخطيط كل واحد له طريقة في انه هو كيف يفوت السنة جديدة نعم انا واحد من الاشخاص خططت بطريقة انه انا اتسوي شغلات باستطاع على اثنين على أسس اثنين يعني مثلا الربع الاول من السنة الربع الثاني من السنة الربع الثالث والرابع نقسم الى اربع اقسام نعم كل الربع هو تخطيط وفعل تخطيط وفعل يعني مثلا خططت الآن في ربع الاول في الربع الثاني او الثالث سأكون فاعل او منفذ او مكمل نعم طيب انت من خططت للشابتر الاول الفصل الاول في مرحلة تقييم لهذا الشابتر الاول تقييم بما قدرت احققه في الشابتر الاول لو هو فعيل اي 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 يعني بكل مرحلة انت قسمتها الآن الاربع قسمتها الى اربع هل انه انت السؤال الاول هل انه انت تسوي تقييم وراء كل مرحلة ناوي او هل انت تسويها ورح تكمل على نفس النهج والسؤال الثاني هل اللي خليت الاهداف والخطط خليتها ضمن اللي مو مستحيلة اللي انت مو هي اكواية ناس هنا تقع في هذا الفخ اللي هو هناك فرق بين الاهداف البعيدة والاهداف القريبة والاهداف المستعجلة اللي لازم انتعن نسويها نحن نحن بها اكزاكلي مثلا الاهداف المستعجلة هي الامور اللي احنا لازم نسويها بسبب ظروف الدنيا او بسبب الوضع حوالك بسبب الانفائرمنت البيئة اللي خطط لكها فلازم نسوي بها الاهداف على سبيل المثال بما انها انت جتين جديد فواحد من الأهداف الصار مستعجل وفرض عليه بالبيئة أنه أنا مثلا أطلع إجازة سياقة إماراتية مثلا أعرف ما؟ فأكو أهداف مثلا يعني تحصل ولازم نسويها لها ضرورة يعني قبضك أهداف القريبة هي الأهداف اللي احنا مثلا نقدر نسويها منها نمهد الأهداف الكبيرة يعني هو الهدف الكبير عادة نقسم إلى خلي نقول لأقسام أجزاء صغيرة لأنه بالتأكيد ليس كل هدف سهل أنه نحقق إن كان هدف بعيد يعني ليس سهل مثلا أنا حاطب رأسي على سبيل المثال أشتري طيارة ما ما قدر أشتري طياراني الباتشر أو دعني نقول بعد سنة هذا الهدف البعيد لأقسم أول شيء على أهداف صغيرة حتى أقدر أحققها الأهداف وراها أحقق هدف الكبير وهذا هو يمشي على النظام السنوي اللي مثلا حققت بالربع الأول هدف صغير معناها رح يخليني أقدر أحقق أهدافي الأكبر بالربع الثاني والأكبر بالثالث والرابع ممكن على صعيد العمل واحد يعرفه عمله شنو ويعرفه وين مناطق النجاح اللي كانت إلى في العام الماضي يسمر بيها ويطورها ويعرف مناطق الفشل اللي هي يعني سببت لبعض الإزعاج فممكن واحد بكل عمل بكل شيء أنا دائم المرات يقول فديوم كنا هنا في مطعم فتشوفوا أحيانا العمال كانوا ركسون هم يقدمون ومرتاحين كان المكان مزدحم فنقول واحد هو العمل براسة براسة فاللي يسوي العمل هو مضجور يعني رح يأدي نفسه بس لو يخلي بالي فكرة أنه هذا العمل هو مفروض عليه بس رح يسويه بغر مود ممكن يكون حلو صحيح؟ صراحة ذكرتيني بشغلة بارحة بالضبط جندا نتناقش فيها أنا وزقائي اللي هي جندا نحكي عن الموضوع أنه أكو اثنين حلاقين هذا الحلاق يعني الـ performance أداءهم نفس هذا هذا نفس أداء هذا والناس هذا نفس الناس دولة لماذا هذا دائما أن الناس تروح له هذا ما تروح له طبعا واحد من خضام الحديث الذي دارت أنه لأنه يحبون بشغلهم ولأنه خلينا نقول مفرفشين أو يعني ما أخذيني الشغل بكأنه ما هو شغلة بمتعة صعيح؟ ويعني هذا واحد من الأمور لأنها الأسباب ذكرتيني وهذا الشيء فنحنا نقول أنه كل واحد كل فرد يعني ممكن يخلي الأهداف ونحن اليوم بداية السنة فنحن لماذا ارتقيت وجودك هنا حتى نقول للناس أنه فيه متسع من الوقت عدنا 12 شهر غير أنه متسع من الوقت أنا أقول شغلة صراحة والهي أنه هاي سنة أعتقد هي أهم وأكثر سنة مفيدة إلينا نرجع إلى 22 لماذا تعتبرها خاصة؟ أوكي أنا بالنسبة لي أعتبر السنة 2020 هي من أهم السنين اللي ممكن واحد يسوي بها أهداف لماذا؟ لأنه إذا نقارنها باقي سنين قبلها التي هي 2018 2017 2016 هذه أكثر سنة تعلمنا منها عفوا ليس فيه أثان وثلاثين السنوات السابقة قبلها بالضبط سنتين يعني 2021 2020 تعلمنا منها هواي دروس يعني تقصد بسبب جائحة كورونا وكل اللي صار بضبط يعني اللي صار ويانا مثلاً جائحة كورونا ما أثرت فقط على صحتنا أثرت على أشغالنا أثرت على علاقاتنا الاجتماعية أثرت على الناس أثرت على كبير صغير نعم صح بضبط بس الحلوة إحنا وجدنا بدائل يعني المحلو بها أنه هي أخذت هواية أرواح ناس للأسف الشديد ولكن بنفس الوقت الناس وجدت بدائل صار توجه كبير نحو الأولاين وهسا الآن نحن نتمنى السلامة للجميع والالتزام لأنه إحنا أيضاً نفايتين بموجة فنأمل أنه الكل يعني ما يصيب أي شيء طيب قلت لي أنه شتى تعلمت خلال هالسنتين هذا وحريص على أنه تأخذوا ياكل لسنة 22 بالضبط يعني تعلمنا مثلاً قلت قبل شوية قلتنا أنه إحنا علمتنا أمور بالمواضيع اجتماعية علمتنا أمور بمواضيع خاصة العمل عرفنا قيمة العمل على الانترنت مثلاً عرفنا أنه كل شيء ممكن يصير ممكن لكن أغلب الشغلات نقدر نقضيها نحن نقدر نقضيها يعني على الانترنت فهذا واحدة من الأمور من ناحية العمل من ناحية العلاقات الاجتماعية عرفنا أنه لازم نتقيد بعلاقاتنا إجتماعية ونكون أكثر حريصين عليها لأنه حرمنا منها فترة كوبيد طيب نجي إلى المحتوى التقدمة كن إيجابياً هي فيديوهات تحفيزية غيرت بكثير ناس؟ هو هذا اللي أحب في هذه الفيديوهات لماذا؟ أكثر ما أحب في هذه الفيديوهات أنه هي صراحة لا ترجع بمردود مادي ولا تفعل شيء بمردود معنوي أكثر أكثر ما أحبت في هذه الفيديوهات ويجعلني صراحة أستمر فيها أكثر هو أنه الناس والذي تشوفها تقول لي سوفيان أنا تغيرت بسبب هذه الفكرة أنا تغيرت وفتحت عيوني بسبب هذه الفيديو ممتاز ممتاز أكيد توصل لك رسائل كثيرة ببتأكيد تجاوب عليها ببتأكيد جون ما أغرب شيء سألوك عليك؟ ما أغرب شيء سألوك عليك؟ فراحة أمور أمور أكثر شيء سألوني أكثر شيء سألوني أنه ألبس مناظراني أهي صفرة ليش مرضك صفرة تجاوبهم أنت أنت من أشخاص المتفائلين والمحتوى معتك حلو فأنا أتمنى لك كل التوفيق شكرا لك شكرا لك سوفيانو أغير من أصحاب المحتوى المميز أتمنى أنه ستفادوا من أجمعكم هو مثال حي على كيف ممكن تستخدمها المنصات وبالتالي تأثر بالآخرين إيجابيا نأمل إيجابيا نأمل أتمنى لك إقامة طائمة في الإمارات شكرا لك شكرا لك وكيد نلتقي بك إن شاء الله مره ثانية في الظهيرة شكرا لك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر